أريد ما أعطب مدرسة إذا ما ألقى التخم مال القنفات يمثل هذه القيادة التربوية المكتب مالت دائما أأكد على الاهتمام بمكاتبكم وأثاثكم ونظافة البناية موضوع الأبنية بصراحة هذا موضوع يتعلق في الدولة العراقية أستاذ سامر أحلى لنعرف عليك أنه أنت واضح كتاب مفتوح وما جامل أحد سنبدأ بقضايا أريد أن نضحها لك وأريد أن تقول لها حلولها أنه اليوم يوجد مدارس متهالكة بأطراف بغداد التي تابعة لتربية الكرخ الأولى هذه المدارس تعاني من رحلات تعاني من البناء التحتية تعاني من المتزمات من الكتب والقرطاسية وإلى آخر اليوم المسؤولية قاعدة تذب كلها على الملاك على المعلم المعلم هو يصرف من جيبة المعلم هو الذي يجيب الوسائل التعليمية المعلم يجب أن يصرف هذه المسؤولية ليست مسؤولية وزارة التربية أو المديرية أستاذ خطاب دعني أتكلم بصراحة وأنت قلت لي أنت معروف بصراحة بصراحة والله لا أهاب كل كلمة سأقولها لكن كان مستوى الرحلات لهذا العام مستوى جيد جدا والإدارات تم استلام الرحلات واليوم عندي ما يقارب 700 رحلة مدورة من العام 23-24 عندي بالمخازن موضوع الرحلات موضوع منتهي خلاص عندنا في تربية الكرخ الأولى يعني أنا افترأت أبعد نقطة في قسم أبو غريب اللي هي منطقة العناز اللي قريبة من عمرية الفلوجة وشفت وطلعت على الرحلات أنا مدير عام ميداني ما متواجد وهذا ما يأخذ علي في كثير من الأحيان من قبل المراجعين أنا رجل ميداني أنا ما أضل قاعد خلف الميز والكرسي والقلم أنا ما أقدر لها أنا رجل ميداني يمكن أكثر مدير عام ضمن تربية الكرخ الأولى جولاته يعني ما يكاد يوم إذا مو أنا عندي زيارة وبالإمكاني للطلاع على المواقع الرسمية لتربية الكرخ الأولى أنزل للميدان شيكت الكتب مع الطلاب لقيت الكتب مستلمين نسبة 100% هذه أمانة وأنا تحاسب أمام الإعلام عليها الرحلات ما طبيت الصف يعني حالات فردية هو تقصير من قبل الإدارة لعدم استلامه وعدم مثوله لتوجيهات قسم الإدارة والتجهيزات اللي أمرنا يجيي استلم رحلات كاملة الرحلات ما عندي بها أي شكال والتربية زودتني بآلاف الرحلات بصراحة الأثاث المدرسي وزارة التربية أيضا معالي الوزير وشؤون الإدارية كان إداءهم لهذا العام جيد جدا زودوني بطخم القنفات وتم توزيع وفق خطة ما بين قضاء المركز وقضاء أبو غريب والتجهيزات لهذه السنة يعني كتقييمي إلها كانت على المستوى المطلوب مرضية لكن نطمح للأكثر أريد ما أعطب مدرسة إذا ما ألقت تخم مال القنفات يمثل هذه القيادة التربوية المكتب مالت دائما أعكد على الاهتمام بمكاتبكم وأثاثكم ونظافة البناية موضوع الأبنية بصراحة هذا موضوع يتعلق في الدولة العراقية يعني بما يتعلق في دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية لوضع الخطط المناسبة لحل الأبنية عندي مدارس بالأربعة وخمسين مبنية وعندي مدارس بالأربعة وستين وخمسة وستين والسبعينات قسم الأملاك والأراضي هي الأراضي المناسبة وتم رفعها إلى محافظة بغداد يعني صار أكثر من تسعة شهر نحن رافعين الأراضي ومتطلبات الإدراج وكثير من الإجراءات لكن لحد الآن أكو معوقات داخل محافظة بغداد أصور معوقات إدارية أو مالية الله أعلم بس أنا لي يخص التربية وشعبة الأملاك والأراضي أنا مهيئ الأراضي وهيئت للقرض الصيني أراضي وهيئنا لمتطلبات الإدراج الخاصة في محافظة بغداد كاملة وأيضا مدارس تم رفعها إلى الجهد الخدمي المكلف من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء